أغلق المؤشران ستاندرد أنبورز 500 ونازدك المجمع على ارتفاع في تداولات الأمس بدعم من التوقعات الإيجابية لإرادات شركة تسلا وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر وهو ما عزز معنويات السوق رغم نتائج الأعمال السلبية لبعض الشركات وارتفع سهم تسلا إذ من المتوقع أن تضيف الشركة صناعة سيارات الكهربائية أكثر من 140 مليار دولار إلى قيمتها السوقية بعد أن أعلنت عن أرباح قوية في الربع الثالث وفاجأت المستثمرين بتوقعها لنمو المبيعات بنسبة تراوح بين 20 و30% العام المقبل